الله سبحانه وتعالى في القرآن بيكلمنا على لسان الناس اللي تؤمن بالاخرة ان هم بيقولوا اذا موتنا وكننا طرابا وعظاما اعننا لما ابعثون وبيقولوا كمان انما حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلقنا الا الضهر العقيدة ان في بعث بعد الموت وان الكائن الحي بعد ما جسمه يفنى ويبلى في الارض انه هيعود تاني للحياة وسوف يحسب على كل افعاله من اهم القصص في العقيدة الاسلامية احنا كبشر بنشوف كل يوم بالملاحظة والمشاهدة ان ما فيش حد مخلط على الارض ده معنى كده ان احنا متأكدين ان كلنا هنموت بالتجربة ما فيش حد قصادنا قدر يعيش لمالها نحية كل الناس بتموت ومن ثم بنستندج ان الموت علينا حق وبيبقى حقيقة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت اللي هو اليقين هل عملية احياء الموتة هل هي ممكنة ولا مستحيلة في سنة الف تسعمية تلاتة وخمسين العالماء واتسون وجريك قدر يوصلوا عن طاعة السينية الى تركيب الشريط الوراثي او الدين ايه معرفة الانسان بتركيب الشريط الوراثي واهميته ان الانسان كل خلية فيه بيحتوي على الشريط الوراثي بيتكون من اربع حروف زي برنامج الكمبيوتر بالذب متتبع الشريط الوراثي ده زي لون شعره بصمته لون جلده كله ده متسجل عليه الانسان بمعرفته عن الشريط الوراثي قدر يعمل تجارب زي تجارب الاستنساخ انه يقدر يجيب اه الشريط الوراثي لمسلا الحيوان ويقدر يستنسخ منه نسخة تانية الهندسة الوراثية بتقدر لو احنا تدنالها على برنامج الكمبيوتر فيه تتبع دي ان ايه ان هو يقدر يركبه ويكونه من الاسس بتاعت اه 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 الاربع اه اه ديوكليك اسم يعني اعرف التتابع دي ان ايه حتى لو معيش نسخة منه اقدر خلي المكان اللي موجودة في الهندسة الوراثية في معامل الهندسة الوراثية ان هي تركبه من المكونات الرئيسية الله سبحانه وتعالى بعلمه اللي بيحفظ الخالق كل الكون يقدر بمعلوماته وحفظه لكل تركيب الشريط الوراثي بتاع كل الانسان ان يخلاقه حتى لو هو افنى واصبحش يعني هناك اي زرة من زرات جسمه او من الدي ان ايه موجودة على الارض فاصبحت العملية ان هو فيه شك في احياء الموتة اصبحت غير موجودة العملية اصبحت من الناحية العلمية والناحية التجربية هي عملية سهلة جدا على خلق البشر ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم ربنا سبحانه وتعالى في العقدة الاسلامية احنا بفكرنا 17 مرة في اليوم مالك يوم الدين ربنا بيفكرك انك انت هتقابله تاني وهيحسبك على كل افعالك دلوقتي العلم بيؤكد لنا ان البعث يعني على الله سبحانه وتعالى يسير متنساش تنسى تعمل شير لايك وشير لزائر ملابس ملابس